السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الخاصة بأحوال الطقس بالجزائر فلا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم سبقا أمطار متوقعة بإذن الله خلال مساء يوم غدأت تلتاء بحول الله بوليتي تلمسان وهران سدب العباس معسكر غليزان عين دفلة وأيضا بمستغانم وعشعاشة تسقطات مطرية متوقعة بإذن الله على بلول الشلف وتيارت والعاصمة الجزائرية ووليتي المشرية مع تسقطات تلجية بمرتفعات الجبلية أمطار متوقعة بإذن الله بسديب العباس وأيضا بجلفة وعين دفلة وعين سارة وتيارت وشلف والمدية والعاصمة الجزائرية ووليتي تيزوزو ووليتي بمرداس بجايا سكيكدا عن نابا بريكا بسعادة وأيضا بأغوات أمطار متوقعة بإذن الله خلال يوم الأربعاء بوسط البلاد وأيضا بالمرتفعات الجبلية والوليتي الشرقية للبلاد أمطار متوقعة بإذن الله على ولاية تيزوزو ووليتي بمرداس بجايا سكيكدا عن نابا غردايا وأدن بوليتي شلف وتلمسان وعشعشة وغليزان ودي أبطال ومعسكر وهران وتلمسان وسدي بالعباس مع انخفاض في درجات الحرارة بإذن الله مع برد قارس بالمرتفعات الجبلية بالنسبة لمساء يوم الأربعاء تتواصل تساقطات مطارية على الولايات الشرقية للبلاد وخاصة بولاية سكيكدا عن نابا سوق أهراس واقسانطينا تنتقل هذه الصحب المنطرة إلى دولة تونس المجاورة بالنسبة ليوم الخميس بحول دخول اضطراب جو جديد على الجزائر وخاصة بالولاية الغربية وخاصة بمستغان مهران شلف تيارت المدية العاصمة الجزائرية بعنصارة زوز بجايا سكيكدا عن نابا ابتداء من يوم الجمعة بحول الله أمطار متوقعة على ولاية تيارت بلول سدي بالعباس تلمسان مستغان مشلف وهران وتيارت والمشرية تساقطات مطارية بإذن الله متوقعة على العاصمة الجزائرية بولاية بجايا قسانطينا سكيكدا وعنبا خلال يوم الجمعة عودة الأجواء المستقرة ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يومي الأحد بحول الله مع طراب جوي بالولاية الشرقية وخاصة بولاية عن نابا سوق أهراس كيكدا قسنطينا جيجي البجايا وأيضا بعن نابا خلال يوم الاثنين إلى هنا تنتهي نشرتنا الخاصة بأحوال الطقس بالجزائر شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء